السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نجد العجين الكيش عندي اربعة الكيسين تحينا يكون الحلويات والكيس مع مرش والمسكس والمعلقة الصغيرة والزعطر والمعلقة الصغيرة والمعلقة الصغيرة والمسكس ، بدا �د وتدمير كان بالمعليقة الصغيرة التي اخيرها والمسكس والمقدمة الصغيرة مع الأبيض ابتعد hide خلطه مع الدراء للزيت القاسم مع مرش رزي نخلطه مزيان خلطه مزيان الطحين والزيت تدخل هذه الزيتة نهي على الطحين نخلطها جيدا نخلطها مزيان نحن 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 نزيد نحن نخلطها دلغة نحن نخلطها 4-7 نحن نخلطها سهل قليلاً بمضع زيت البحية داخلها حتى بدأت تلقي داخلها ونضع زيت البحية قليلاً بمضع زيت البحية كيف تشاهدون هذه النسكة اللي مدرتها لي ودبا نخليها نسا عيرتح كي يجي هشيش ووزوين نحن المرشي بصوتهم عنها في بعض الزلزار حقيتهم وفف لا الصدر الجج والبزار والذوماء والقماء والدليلسين المنساء والزيت اللي عام綽حها هذه هي المفاوينات كي يجي هثونها اللي بنات للبعض درقة نقوم بالمقلة من السكرة ونزج شعر لها مثل السيت ونقوم بالمقلة ونقوم بشحر الملحة نقوم بالمقلة ونقوم بالمقلة فقط لنقوم بعملها أضيف المصرحة نضيف المصرحة نضيف المصرحة قطعتها حركوا مع البطياتهم ونزيل زيتك انتصار نتبه نزيل زيتك حين انتصار خيزه نزيل زيتك ونزيل زيتك ونزيل زيتك ونزيل زيتك هل ترون شحرها جيدة هل ترون شحرها جيدة ونزيل طيب ونزيل زيتك هل ترون نزيل زيتك نعطي هذا الكحيم ونزيل فرماجها احمر ونزيل حليب ونزيل سوس وثلاثة البيتاط ونزيل قطع ونزيل قطع ونزيل قطع ثم أخلطوا مزام ثم أخزي خلطوا البيض اضافة 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 نضيف اضافة اضافة قطع البطيئة ومزين دب العجنة 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 لنقضها من الجناب نقضها من الجناب لنقضهاaa نقضها كامل اضع المصر اضع الفرمج اضع الحشور اضع الحشور سأضع الحشور اضع جدا اضع حشور اضع الحشور ندخلها للفران نخليها في 35 دقيقة نغيرك الطيب ندخلها للفران في 30 دقائق نغيرك الطيب نغيرك الطيب ندخلها لجيسة الإجنة نغيرك الطيب نضيف كثيرا عليك التسولى العجنة التي بطت عجنة بالزيت بطت عجنة بالسبدة تركت لكم تركة سهلة وشتزوين بالسف أنا لدي ما أقول فيها أنا فرح سبيها والله هذه العجبات مين الله اللي العجبات مين تزوين بالسف تبعها بالتركة على البنات هذه البنات كيف ترونها جزوين بالزف العجنة ديالها جزوين بالزف ورشيشة تبعها بالتركة كم تلنا يعجبكم السلام عليكم شكرا